مدبول يتابع تنفيذ قرارات الرئيس حول العلاوات والمعاشات رئاسة الجزائرية تعلن أن رئيس بوتفليقة سيتقدم باستقالته قبل نهاية ولايته ومسؤولون أوروبيون يتوقعون مغادرة بريطانيا للتحاد في 22 مايو تسعى مساء السابعة في جرينتش نشرة غبرية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع مروج إبراهيم مروج شهدي شكرا جزيلا لك ومشاهدين الكرام أهلا بكم أعلن وأشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالقرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين ووجه مدبولي خلال اجتماع عقده لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات الرئيس بمنح علاوات للعملين في الدولة بسرعة إدراك مشروع القانون الخاص بالعلوات على جدول أعمال اجتماعي مجلس الوزراء هذا الأسبوع حتى يتسنى إقراره من المجلس ثم إحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لبدء التطبيق اعتبارا من الأول من يوليو وجاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إحالة مشروع قانون زيادة المعاشات للعرض على جلسة مجلس الوزراء والمقرارة هذا الأسبوع حتى يتم إقراره تمهيدا لبدء التطبيق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل لذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات حزبة إجراءات اقتصادية أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة أجور الموظفين وأصحاب المعاشات في مؤشر قوي على التحسن الاقتصادي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه من أول يوليو 2019 الدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيه الدرجة الخامسة 2100 جنيه بدلا من 1870 جنيه الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيه الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيه مدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها للجميع علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين 15% علاوة أصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مليار ونصف المليار جنيه لتمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري 60 مليار جنيه تكلفة القرارات الرئاسية تشمل 30 مليار ونصف المليار جنيه لزيادة الأجور و28 مليار ونصف المليار جنيه للمعاشات تكافل وكرامة برنامج يعد من الأليات المهمة للحكومة لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجة لأهمياته قامت الحكومة مؤخرا بزيادة أعداد المستحقين فيه والحدث لغير المستحقين المزيد في سياق التقرير التالي البيوت أسرار وقد يكون من فيها غرقة يرجون حتى القشة التي يتعلقون بها للخروج من خضم الأمواج التي قد تعصف بهم فعندما تسير في طرقات قرية الدناوية في مركز العياط بمحافظة الجيزة وفي غيرها من الطرقات قد لا تشعر بما في داخل كل بيت ولكن شكل البيت من الخارج قد يبوح بالسر بالرغم من تعفف من بداخله عن إظهار السؤال هذه هناء صالح أم لخمسة أبناء قد تركت بيتها لتساعد زوجها العاملة باليومية في مصانع الطوب بالعياط فتصنع في هذا الفرش المتواضع أقراس الطعمية وبعض من الفول لتحصل في نهاية يومها على بضع جنيهات تكون سندا في سد رمق أبنائها واحتياجاتهم هناء سمعت عن برنامج تكافل وكرامة فتقدمت بأوراقها وانضمت إلى خمسة وأربعين ألف مستفيد في مركز العياط من البرنامج فساعدها على مواصلة الحياة وساندها وزوجها في مسؤولياتهم الشهرية يعني جوزي أولا قلت أني جوزي أرزوئي شغالي يعني يوم بيومه وانا بنساعد معنا في المشروع دي وما عندنا شغالنا بالشغل وكلهم في التعليم ما فيش مصدر داخل شغلانت والشغل يوم يوعد عشرة دايما عرفت تكافل وكرامة سمعت من الناس وروح تقدمت وكانت تقديم الحمد لله سعر والاسم دي دي مساعدنا على المعايش ومصارف الأولاد اللي في المدارس والحياة مش هم بساعد في الحمد لله كويس يعني تكافل وكرامة هو برنامج يستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب بشرط أن لا يكون المستحق يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاض معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حريث الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما على أن يكون الأبناء من سن ست سنوات بمراحل التعليم المختلفة وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينهم وبين العمل أو ينقس من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأبي أو الأم أو من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك أما عن قيمة المساعدات المقدمة فيتم صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيها شهريا كما يتم صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة بحد أقصى ثلاثة طلاب حيث يتم صرف 60 جنيها للطالب في المرحلة الابتدائية و80 جنيها للمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية أما رحاب عمر وأبناؤها الثلاثة فالزوج يعمل تباعا على أحد الجرارات في مصانع الطوب ليتكفل بقوت يومهم إلا أن عمله باليومية جعله غير ضامن للاستمرارية فيه فيوم يعمل وآخر ينتظر فيه الفرق حتى أصبح برنامج تكافل وكرامة ملاذا لهم ليسد الفجوة قدر الإمكان ويساعد في أعباء الحياة جوزي ما كانش ليه داخل والظروف على قديها وهو ما لهوش مرتب وشغال أرزائي يوم قاعد يوم شغال أنا لما جيت روحت قدمت الترائي قدامي كانت سهلة وهم تقبلوا مني الوراق على طول وقدمت الأوراق اللي هم طلبها مني صورة البطاقة بتاع الجوزي وصورة البطاقة بتاعت أنا وقسمت الجواز وبعد كده القبض جاني بصرف منها على اليال مثلا بصرف كهر في البيت حد ليه عند حاجة حد ليه عند أي محتاجة بديه له دموعها تنبئ عما فيها من كبرياء وعزة نفس الحاجة زاهية أم مصرية أصيلة صبرت وتحملت ظروف الحياة مع زوجها صاحب ستين عاما لتربية ثلاثة أبناء اثنان منهم في مراحل التعليم المختلفة فالزوج يعمل في أحد المطاعم باليومية وهي في بيتهم المتواضع تنتظر ما يجود عليها وعلى زوجها به الله غير حانثة ولا يائسة سمعت عن برنامج تكافل وكرامة فتقدمت بأوراقها ترجو أن يوفر لها ما يسد بعض ما عندها فكان سبيلا لفك بعض من هم وكرب المسئوليات أنا رحت أداء سآل الأول ناس تكلمت وقالت فيه عبد جاي رحنا مقدمين وده اسمنا جاي في الفيزة وأبضنا خدت شهيد العيال وصور البطاية ورحت أقدمت خدوا مننا الورق والورق مشي وجاء أسمينا في الفيزة وطلعنا الفيزة وبقضي فيه يسندوا معنا بيساعدونا ما يجلس بيتعلموا واحد من المدرسة بيشتغل أرزائي وهو عنده ستن سنة الحكومة في الفترة الأخيرة أعلنت عن زيادة أعداد المستحقين من برنامج تكافل وكرامة بواقع مئة ألف حالة اعتبارا من الأول من يوليو 2019 مع رفع المستحق لهم من مئة جنيه إلى مئتي جنيه فضلا عن تواصل عمليات التنقية من التجديد والحذف لغير المستحقين أو من فقد الشروط المحددة لاستحقاق والإضافة للمستحقين ما يصل إلى مليار جنيه هو إجمالي ما ينفق شهريا للمستحقين في البرنامج مما يجعله أحد الآليات المهمة للحكومة لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا اسمحوا لأننا نقول لكم أننا نرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة قرارات أخرى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرها أثناء الاحتفال بعيد المرأة المصرية لاقت ردود أفعال إيجابية وترحيبا واسعا من المواطنين تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه وصرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وعلاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة وتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وإطلاق أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة قرارات تعتبر خطوة مهمة وستساهم بالتأكيد في تحسين الحياة المعيشية وتحقيق الاستقرار للعاملين فضلا عن أنها تعد ثمرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر رصد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات والموضوعات المختلفة خلال الفترة من 26 من مارس وحتى الأول من أبريل المزيد في سياق العرض التالي ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيدا للنفقات وهو ما تم نفيه من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقا للقانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال هذا ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي للتوفير في مزانية الدولة وهو ما تم نفيه من قبل وزارة التضام الاجتماعي التي أكدت أنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد أيضا شائعة عقد هيئة قناة السويس اتفاقا مع وزارة المالية يقضي بتحمل الوزارة سداد ديون الهيئة لدى البنهق والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار وهو ما تم نفيه من قبل الهيئة التي أكدت أن هناك تزايدا في إجمالية عائدتها كما أثير في بعض وسائل الإعلام الدولية والمواقع الإلكترونية أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019-2020 إلى 18 جنيها وهو ما نفته وزارة المالية التي أكدت أن مشروع الموازنة المعد استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 من مارس 2019 والذي يقدر بنحو 17 جنيها و46 قرشا رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة فرض الحكومة ضرائب على الأسرة التي لديها أكثر من طفلين وهو ما نفته وزارة المالية التي أكدت أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإرادتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة كما ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة نأتجى عن إجراءات فحص فيروسي في شوارع محافظة الجيزة وهو ما تم نفيه من قبل وزارة الصحة والسكان والتي أكدت أن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة تبقى لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية رصد المركز الآلمي لمجلس الوزراء شائعة تخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو 160 وهو ما تم نفيه من قبل وزارة الصحة التي أكدت أن رقم الطوارئ الخاص بها هو 137 فقط كما انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية وهو ما نفته وزارة الزراعة التي أكدت أن الوضع الصحي للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما كما تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومقيم الشعائر بعد تعميم تجربة الأذان الموحد على كل المساجد وهو ما نفته وزارة الأوقاف التي أكدت أنه لن يتم الاستغناء عن مقيم الشعائر والمؤذنين بعد تعميم التجربة تمكنت هيئة رقابة الإدارية من حل عدد من المشكلات الخدمية التي وجهت المواطنين في عدد من المحافظات منها قيام الهيئة بالتنسيق مع مسؤولي تأمين الصحي وذلك لتوريد لوحة تحكم جديدة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى تأمين الصحي بباني سويف كما قامت الهيئة بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب بالفيوم بتغيير مصورة القط الرئيسي بعزبة طلبة لمنع التسريب وانتظام ضغط المياه بالمنطقة أعلنت وزارة الداخلية ضبط أكثر من خمسة ألاف قضية في مجال الضرائب والرسوم وذلك خلال شهر مارس الماضي بلغ إجمالية حجم التعاملات فيها أكثر من 6 مليارات جنيه تم إخفاؤها عن أمورية الضرائب العامة هذا وتم تخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا وصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة كل نواحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتناسب ومستوى دخول المواطنين وانطلاقا من تكليف سيادته لوزارة الداخلية بالاستمرار في تفعيل مبادرة كلنا واحد انطلقت الوزارة بمرحلة جديدة من المبادرة لمحاربة الغلاء من خلال الاتفاق مع قبرى السلسل التجارية على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في فروعها المنتشر على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى 626 فرعا التخفضات وصلت إلى 30% وبمستوى عالي من الجودة ومن الآن انطلق قطار المبادرة احنا بنقدم سلع كتيرة داخل الهايبرد عشان خاطر نخفف على المواطن في الأسعار الأساسية زي السكر والرز والزيت والمكارونة واللبن وكل ما هو بيحتاج المواطن المصر ده بالإضافة للحوم والطيور والقسم البقالة كل السلع الاستراتيجية الأساسية حرك فيها خصمات عالية جدا شهدت أفرع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة وفرة في المعروض من السلع الأساسية عليها قيمة التخفضات التي جاءت ملائمة للمواطنين وأعتقد على مغالاة بعض الطجار وفقا لما ذكره المترددون على هذه السلاسل للشراء والاستفادة من التخفضات أنا شايفة فيه مبادرة وفيه أسعار مخفضة وفيه منتجات ما كانتش موجودة بقت متوفرة يعني أسعار بعد الخصم يعني مغرية يعني الأسعار الحقيقة بعد التخفضات إنما قبل التخفضات الحقيقة برضو لسه الأسعار كانت مرتفعة إنما بعد الخصم فيه طبعا فرق جميل المطبخ دي كان بـ 75 خدناها بـ 60-15 جنيه حلو يعني مش شوية والزيت برضو يعني قدناها بعشرة وكان بـ 13 وـ 14 لا أسعار جميلة جميلة يعني بس يستمر على كده على طول لفينا بصراحة وفيه اختلاف كويس جدا في الأسعار وفعلا المبادرة عاملة يعني واضحة جدا والأسعار أقل طبعا بكتير جايبة لحمة مفهومة بـ 80 جنيه لكيلو طبعا ده ساري خيالي بلدي فجينا بكل حاجة فيها السارة أقل بكتير أقل حاجة كل ما يخطر على بلك أقل حاجة حتى اللبن بنجيبه بـ 16 نهاردة لأيينه بعشرة بشكر رئيس جدا على طبعا على المبادرة دي مع وفرات المعروض من السلع الأساسية بالأسعار المخفضة توجه وزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة ضد المتلاعبين بدعم المواطنين وحالات الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين مع الاستمرار في مراقبة الأسعار وضبطها ومنع المغالات فيها أعلنت وزارة وتضامن الاجتماعي عن فوز 12 ألف حاج من إجمالي 32 ألفا وستمائة وسبعة عشر متقدما لحاجة الامعيات الأهلية على مستوى الجمهورية وذلك لموسم حاج 2019 وأكدت وزيرة والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أن حاج الجمعيات هو الأرخص سعرا مواطحة أن القرعة تجري وتجري إلكترونيا دون تدخل بشري في اختيار أسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين المتقدمين كافة إحنا بنعمل على كل سنة تحسين الخدمات اللي بنقدمها عملنا أربع مستويات كان الأول فيه تلات مستويات عملنا أربع مستويات علشان لاحظنا ارتفاع سعر الحج بنقدم الحج بسعر التكلفة بدون تحقيق أي عائد والحقيقة الزيادة السنة دي لن تتخطى التمانية في المية وجاية من التغيير في سعر الركاب وبعض الرسوم اللي بتفرض علينا الحقيقة لتميز بعتة الحج التي تقدمها وزارة التضامن بنضملنا ودي حاجة بتساعدنا وتشرفنا عدد كبير من الوزارات والهيئات العامة والجهات العامة اللي بتتقدم بطلب إنها تنضملنا في بعتة الحج احنا بتدينا ننسخ مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات في كل الفنادخ لخدمة حجاجنا وبالتأكيد هيكون فيه رعاية خاصة جدا لحجاجنا من كبار السن ايضا فيه خبر جيد جدا وهو انه بالتنسيق مع وزير الطيران هذا العام هيكون فيه طيران مباشر من المطارات الإقليمية وده هيخفف عن حجاجنا وبالتالي وزارة التضامن دايما الصعيد في عينها ودايما مهتمة ان احنا نخفف الجهود فالسفر يكون من المطارات الإقليمية إلى المدينة المنورة ان شاء الله على حسب خط سير كل رحلة والعودة ايضا إلى المطارات الإقليمية بدون الحاجة للحضور لمطار القاهرة وبنشكر وزارة الطيران على تعاونها معنا ايضا بنشكر وزارة الدخلية على تعاونها معنا في ادارة مسألة القرعة واحنا بننسق اللجنة العليا للحج بتنسق بشكل دائم الحقيقة طول العام علشان يخرج باعتة الحج المصرية ايا كانت الراية اللي بتحملها باعتها مشرفة لمصر ولحجاج مصر ولراحة حجاج مصر السنة دي ايضا عندنا خبر طيب جدا ان احنا اتفقنا مع وزارة الاوقاف ان يكون هناك واعظات من السيدات احنا بدأنا الاعداد لمسم الحج هذا العام يعني منذ نهاية مسم الحج العام الماضي يعني احنا بدأنا اجراءاتنا تعلق بتلقي العروض الخاصة باسعار الفنادق والخدمات واحنا موجودين في موسم الحج العام الماضي ده ساهم في اختيار الحمد لله افضل الاماكن المتاحة في المنطقة المركزية الحرمين في مكة وفي المدينة لحجاجنا لان احنا كل سنة هدفنا ان احنا انطور وان احنا ناخد افضل الخدمات اللي موجودة خاصة ان احنا كلنا نعلم ان الحج اصبحت تكلفة وتكلفة عالية بالنسبة للمواطنين فبالتالي نازم نختار له افضل الخدمات وافضل الاماكن اللي اطلق بالمواطن المصري الحمد لله انتهينا من التعاقد على كافة المستويات الحج واحنا مستمرين في تنفيذ اربع مستويات الحج الجمعيات هذا العام تم اعلان تفاصيلها واسعارها عندنا بعض الصور متعلقة بالفنادي اللي تم التعاقد معها وان شاء الله الفترة الجاية هنتم تسكين كافة محافظات الجمهورية بعد اعلان النتيجة وفقها للمستوى المتقدم لكل حاج رعينا في الاربع مستويات هذا العام اللي احنا نركز على نسبة المستوى الاقتصادي يكون اعلى من العامل الماضي شدد وزير النقل المهندس كامل الوزير على وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد عبر انشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تسهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط ضفطين نيل جاء ذلك خلال اجتماعا موسع مع كل من وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي ومحافظ اسوان احمد ابراهيم حيث تمت مناقشة مقترحات مشروع انشاء محور بديل لكبري خزان اسوان مع الحفاظ على الحركة المرورية في المنطقة دون اي تأثير سلبي على خدمة حركة الافواج السياحية وغيرها من المناطق السكنية اكد وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار ان مصر مهتم بمشروع سد نهر رفيجي بتنزانيا مشيرا الى اهمية اثبات قدرة ونجاح الدولة وشركائها وشركتها في تنفيذ المشروعات الكبرى في الخارج جاء ذلك خلال اجتماعه الثاني لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واوجه الوزير بضرورة المتابعة الحثيثة والدورية للمشروع وكذلك الالتزام بالبرامج الزمنية والجودة ذلك تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اكد المتحدث باسم وزارة الاسكان عمر خطاب ان الوزير عاصم الجزار وجه بتوفير وسائل الدعم للشركات المصرية المشاركة في تنفيذ مشروع سد رفيجي بتنزانيا اضاف خطاب خلال اتصال هاتفي سابق لاكستر نيوز ان الوزير اكد انه يتم تنفيذ كافة الخطط التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الخاص بالمشروع وايضا توفير كل وسائل الدعم المطلوبة والمتابعة الدورية لتدليل اية معوقات الوزير اكد انه يتم تنفيذ جميع الخطط التي تم الاتفاق عليها في التعاقد وتكسيف جميع البرامج الزمنية لتنفيذ المشروع في وقت حتى اكثر من اكثر من الوقت اللي اتفاقنا عليه مع الجانب التنزاني وتوفير كل وسائل الدعم المطلوبة الدولة في ظهر الشركات اللي بتنفذ المشروع بالكامل الشركات اللي بتنفذ المشروع حاليا هي تمثل الدورة المصرية في دولة التنزاني والمتابعة الدورية اللي بتحصل والاجتماعات اللي بتتم بحضور كل القائدات المشروعين والمشروع علشان نتوقع اي معوقات تطرق او على سين العمل بالمشروع تم عملية استلام الارض خلاص من الجانب التنزاني وتم عملية الرفع المساحي وتم وضع خطط الاستلامة والصحة المعنية والبيئة والجودة والأمان تم توريد 62 معدة وحوالي 22 و 65 عامل فني ومهندس المشروع حاليا التدليل اللي بتحصل لما يكون مثلا فيه مشاكل محتاجة قرارات على مستوى اعلى فلما بيتم متابعة دورية من الوزارة بيتم تزليل جميع العقبات اعلنت وزارة الصحة عن تقديم الكشف الطبي وخدمة العلاق بالمجال لـ 119 805 مواطنين من خلال 103 قوافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي واكدت الوزارة ان هذه القوافلة تهدف الى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في اماكنهم دون مشقة وعناء معلنة عن اطلاق 28 قفلة طبية مجانية جديدة تستمر حتى يوم العشر من ابريل الجاري بـ 21 محافظة اكد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة ان المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يهدف الى تقديم خدمة حضرية للمواطنين واحلال الغاز الطبيعي محل البوتجاز جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع مدير برامج التنمية المستدامة والبنية التحدية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر وشدد الوزير على ضرورة المضي قدما في تنفيذ كافة مراحل المشروع والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وتطارق اللقاء ايضا الى درسة اليات تنفيذ مشروع ادخال العددات مسبوقة الدفع لأول مرة وامكانية تعظيم المكون المحلي عن طريق صناعاتها محلية اكد الرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ثقته في قدرة المستثمرين الصينيين على تطوير وتنمية منطقة تأتيدة الصينية جاء ذلك خلال مراسمي تسليم المرحلة الثانية من منطقة تأتيدة الصينية الى الشركة المشغلة التي تدخل كمطور صنعي وتبلغ مساحة منطقة تأتيدة الصينية نحو 7300 كم وهي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين محور اقليم قناة السويس ومبادرة الحزام والطريق وتعد المنطقة منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر الثاني منطقة اقتصادية وتجارية خارجية انشأت بموافقة الحكومة الصينية وتملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 51% من اسهمها استضاف جامعة أصيوت أعمال ملتقى أسبوع الشعوب والذي يعقد لأول مرة بجامعة مصرية يهدف الحدث الأكبر من نوعه إلى نشر ثقافة السلام وتسامح بين مختلف الشعوب إضافة إلى إتاحة الفرصة للتقارب والتعارف بين مختلف التقافات والحضارات المزيد في هذا التقارير تحت شعار بالسلام نبني مستقبل الشعوب استضافت جامعة أصيوت أعمال ملتقى أسبوع الشعوب والذي يعقد لأول مرة بجامعة مصرية يشارك في الملتقى الذي يستمر حتى الخامس من إبريل عدد من الصفراء ووفود أكثر من 20 دولة عربية وإفراقية وأسيوية وأكثر من 14 جامعة مصرية سعدنا أن نكون مشاركين معهم في هذا اليوم الطالب اليمني هو من الطلاب المتميزين في هذه الجامعة العريقة والذي أساسا تبعثهم الجمهورية اليمنية عبر وزارة تعليم العالي لأنها ترى في هذه الجامعة منبر علمي إلى درجة عالية من الرقي في العطاء العلمي ونحن اليوم بمشاركتنا جامعة أصيوت تواجدنا أنه هو فخر كبير لهذه الجامعة وأداءها الكبير واحترامها أيضا في قلوب اليمنيين سواء كان طلاب أو قيادة يمنية يعني الرسالة بتنطلق هنا من جامعة أصيوت الجامعة العريقة الجامعة اللي كلنا بنعتز بيها في جمهورية مصر العربية وبنقول العالم كله أنه فعلا بالسلام وبالمحبة ده إحنا نزل المستقبل البشرية يهدف الحدث الأكبر من نوعه إلى نشر ثقافة السلام والتسامح بين مختلف شعوب إضافة إلى إتاحة الفرصة للتقارب والتعارف بين مختلف الثقافات والحضرات جامعة أصيوت بتقوم هذا الأسبوع باستضافة أسبوع الشعوب وهي رسالة سلام موجهة لجامعة الشعوب من جامعة أصيوت وبيشارك فيه وفد عشرين دولة منهم تسعة من الدول الأفريقية بأنشطة متعددة بتبين ثقافة كل شعب أنشطة رياضية أنشطة فنية عروض وفي عروض على هامش المؤتمر عندنا أكثر من أربعتاشر جامعة مصرية مشاركة في هذا الملتقى عندي حوالي عشرين دولة ويمكن تحديدا فيه تسعة دول من أفريقيا بالتعاون مع الإدارة المركزية للوفدين مشاركة أيضا في هذا الملتقى من نيجيريا ومن مالي والسنغال والسودان وجنوب السودان وفيه من جزر القمر ومن موريتانيا عند طلاب من سوريا وفلسطين والعراق واليمن عديد جدا من الدول كل الشباب يكتمع اليوم في جامعة أسود ليعبروا من هذه الجامعة ولينشروا رسالة إلى العالم كله رسالة سلام من داخل حرم جامعة أسود أسبوع شعوب يأتي ضمن جهود مصر الحثيثة للتقريب بين الدول العربية والإفريقية كما أنه يبعث برسالة سلام ومحبة من أرض مصر إلى كل الشعوب يوصل المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد تقديم خدمته للمواطنين داخل وخارج مصر عن طريق شبكة الإنترنت المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد عن طريق الإنترنت هذا الصرح الجديد بإدارة التجنيد والتعبئة الذي يخدم المواطن المصري سواء داخل مصر أو خارجها حيث يغفر الوقت والجهد والمال في استخراج الخدمات التجنيدية المختلفة عن طريق شبكة الإنترنت باستخدام النظام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي والرقمي للعالم المعاصر وتتويج الجهود إدارة التجنيد والتعبئة والواردة في رؤية مصر 20-30 بضرورة تحول المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي حيث تعد هذه الخدمة طفرة كبرى وغير مسبوقة في منظومات العمل عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى مصر ضمن جولاتها التي بدأها من تونس تتضمن الزيارة إلى القاهرة لقاء بكبار المسؤولين بالدولة لبحث علاقات التعاون التنائي وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حرصت السياسة المصرية على أن تكون في طليعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة وعلى مدى السنين أبدت السياسة المصرية تجاوبا كبيرا في التفاعل مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية والهيئات التابعة لها وعملت على الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين اشتركوا في القناة 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 الى ان وثيقة الحوار الوطني مرجعية اساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة وضف البشير ان السودان يشهد حاليا مرحلة جديدة في المسار السياسي هذا اصدر رئيس البشير مرسوما بتعين اربعة وزراء دولة للخارجية والعدل والمالية والتجارة أكد المتحدث باسم تحالف العربي العقيد داركن تركيا المالكي اتخذ كل الإجراءات لحماية الأطفال في اليمن وخلال مؤتمر صحفي له أكد المالكي أن الميليشيات الحوطية لا تزال تجند الأطفال في اليمن مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدعم الإيراني للميليشيات يطيل أمد الباركة فيها قوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات لتجنيب الأطفال الصراع المسلح في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيات الحوطية بتجنيد الأطفال سواء بالإغراءات أو بالإجبار وأخذ الأطفال إلى مناطق النزاع وإلى المعارك لا شك تعلمون جميعا الميليشيات الحوطية وحسب التقارير الأممية وكذلك منظمات حقوق الإنسان هناك أكثر من 24 ألف طفل تم تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوطية ولا تزال الميليشيات الحوطية تقوم بتجنيد الأطفال في المعارك المستمرة التعاون المشترك ما بين قيات القوات المشتركة للتحالف وأيضا الأمم المتحدة في هذا الجانب يشمل التدريب خلال الفترة الماضية لحماية الأطفال أيضا هذه الجهود ستكون بذل الله تعالى هي النواة لتأسيس وحدة لحماية الأطفال لدول التحالف وأيضا في المنطقة هناك أيضا جهود مشتركة مع الممتحدة ستنطرق في الشهر القادم بذل الله تعالى ممثلة في مبادرة عالمية لعادة الاندماج للأطفال حول العالم المملكة العربية السعودية مشاركة في هذه الاتفاقية أو المبادرة وكذلك كثير من دول التحالف ضمن هذه المبادرة وسوف تستمر الجهود بذل الله تعالى في هذا الجانب مع الممتحدة وحماية الأطفال حتى الآن تم إرجاع 113 طفل تم القبض عليهم في الحدود الجنوبية المملكة العربية السعودية يحملون الأسلحة قامت قاتل القوات المشتركة للتحالف بإعادة تأهيلهم وتسليمهم إلى دويهم وإعادتهم عن طريق الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق تسليم تركيا بالمعدات الخاصة بالطائرات المقاتلة F-35 ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن تركيا خلفت شروط حصولها على المقاتلات الأمريكية ويأتي هذا القرار قبل أسبوع من اجتماع الدول الأعضاء في حلف نيتو والمقرار عقده في واشنطن الأسبوع المقبل ترجع التاليرا التركية بنسبة 1.2% مقابل الدولار في المغاملات المبكرة اليوم بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رقب طيب إردوغان السيطر على العاصمة أنقارة وصنبول كبرى المدن التركية يأتي هذا في مشاهدة الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق للانتخابات قالت وكالة موديز لتصنيف الاعتماني إن تآكل احتياطيات تركية من العملات الأجنبية واستخدام البنك المركزي للاحتياطيات لدعم العملة يطرح أسئلة متجددة بشأن شفافيتها واستقلالها وأكدت الوكالة أن تجدد الانزلاق في الأسواق المالية تركية وردود الفعل غير المؤكدة للسياسة تجاه الركود يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات ستحدد بصورة كبيرة السياسات المالية التركية أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول أكبر المدن التركية على حزبي أو على حساب مرشح حزب الرئيس رقب طيب إردوغان يأتي هذا في وقت احتفل فيه أنصار المعارضة التركية بالفوز بالانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة واسطنبول وإزمير ومدن أخرى وقال رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية إن مرشحي حزبه قد فاز في 11 بلدية متقدمين على منافسين من حزب العدالة والتنمية الحاكم وتأتي تلك النتائج التي تشير إلى خسارة إردوغان مدن كبرى رغم ما شهدته الانتخابات من انتهاكات وأعمال تزوير بداية من خرق حزب العدالة والتنمية الحاكم للصمت الانتخابي مرورا بقطع التيار الكهربائي عن المدن التي تحضل معارضة فيها بشعبية كبيرة وانتهاءا باعتقال أحد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض المزيد في هذا التقرير انتهاكات وأعمال تزوير هكذا جاء العنوان البارز للانتخابات المحلية التركية التي أقيمت لأول مرة وفق النظام الرئاسي الذي شرعه رجب طيب أردوغان بتعديل تستوري عقب محاولة التمرد الفاشلة على نظامه المتهم بالقمع والديكتاتورية وبحسب وسائل إعلام تركية فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يلتزم بالصمت الانتخابي الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات قبيل انطلاق عمال التصويت بجانب رصد عمليات تصويت جماعي للحزب الحاكم وصلت إلى مشاركة رجال الشرطة ونقلهم بحافلات إلى مراكز التصويت في بعض البلديات بجانب محاولات أعضاء العدالة والتنمية التأثير على الناخبين خارج اللجان الانتخابية في العديد من البلدات التركية ولم تتوقف ممارسات الحكومة التركية للتلاعب بنتائج الانتخابات عند ذلك الحد بل تعرضت بعض المناطق في العاصمة أنقرة التي تعد معقلا للمعارضة لانقطاع التيار الكهربائي بعد انتهاء عمالية التصويت وبدء فرز الأصوات وهو الأمر الذي تنبأ قادة المعارضة بحدوثه من أجل التلاعب بالنتائج من قبل الحزب الحاكم كما حدث في الانتخابات السابقة ووصلت انتهاكات السلطات التركية في تلك الانتخابات التي وصفها أردغان بالحياة أو الموت إلى حد اعتقال أحد مرشحي حزب الشعب الجمهوري المعارض ويدعى محمد فاتح بوجاك بتهمة ضرب مرشح حزب العدالة والتنمية لعضوية مجلس البلدية نصرة كايا كذلك وقعت مشاجرات بين الناخبين أثناء عملية التصويت في عدد من المدن التركية أصفرت بحسب وزارة الداخلية عن مقتل أربعة مواطنين في ظل التكالب على الفوز بتلك الانتخابات والتي يعني تتويج العدالة والتنمية بها بسط سيطرة نفوذ أردغان على كل مؤسسات الدولة ليعيد تشكيل تركيا على شاكلته وهوى توقع مسؤولون أوروبيون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 22 من شهر مايو المقبل إذا دعم مجلس العموم البريطاني اتفاقا مشان يقامة اتحاد جمركي بينهما خلال عملية تصويت إرشادي في البرلمان البريطاني غير ملزمة للحكومة وأضاف المسؤولون أن القادة الأوروبيين قد يوقعون على الإعلان السياسي لخروج بريطانيا في العاشر من أبريل الجاري والذي يحدد مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد بعد إتمام الخروج أعلانت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا نعقاد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 من إبريل الجاري وذلك بعد ما فشل أي من المرشحين في الحصول على 50% من أصوات الناخبين وحسب نتائج الانتخابات الأولية بعد فرز نحو 60% من الأصوات تصدر المرشح الممثل الكوميدي بلاديما زيلتسكي والذي حصل على نحو 30% من الأصوات يلي الرئيس الحالي فيترو بورشينكو أعلن وزير الخارجية الألماني حاكم عس تولي ألمانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر واحد مشيرا إلى أن بلاده ستركز على المساعدات الإسلامية ونزع السلاح خلال هذه الفترة وأضاف وزير الخارجية الألمانية أن بلاده ستعيد نزع السلاح إلى جدول أعمال مجلس الأمن بسبب الأخطار التي تهدد معهدات نزع السلاح الدولية بالإضافة إلى العمل على حماية المرأة بشكل أفضل في النزاعات المسلحة قدمت حكومة نيوزيلاندا مشروع قانون لحضر أنواع الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست شيرش الشهر الماضي وقال وزير الشرطة النيوزيلاندي إنه إذا أقر المشارعون مشروع القانون فإنه سيدخل حيز التنفيذ في الثاني عشر من إبريل الجاري يتضمن مشروع القانون حضر جميع الأسلحة ذات الطبع العسكري والبنادق الهجومية عالية القدرة أكد رئيس الكورية الجنوبي مون جي إن أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية عازمتان على مواصلة مفاوضات نزع السلاح النووي وأشار مون إلى أن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية تواجه صعوبة مؤقتة بسبب الفشل في التواصل إلى أي اتفاق في القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية وأضف الرئيس الكوري الجنوبي أن زيارته المقبلة إلى واشنطن والمقررة في التاسع من الشهر الجاري تأتي كنتيجة لجهود البلدين لإحياء زخم الحوار في وقت مبكر يسود غدا ترجمة نانسي قنقر ختم هذه الجولة الإخبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء مدبول يتابع تنفيذ قرارات الرئيس حول العلوات والمعشات رئيسة الجزائرية تعلن أن الرئيس بوتفريقة سيتقدم باستقالته قبل نهاية ولايته مسؤولون أوروبيون يتوقعون مغادرة بريطانيا للاتحاد في الثاني والعشرين من مايو مشاهدين الكرام كانت تذيك كل أخبارنا لساعة لكن دوما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإغمارية أكشرا نيوز دات تي في شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة